موسيقى بعد السيارة التي قام بها تلميدي وأساتذة مؤسسة الحسين بالعليل لأستاذة التي تعرضت لأعتداء بواسطة آلة الحد قررت اليوم السبت أم الشاب المعتدية توجه أيضا إلى منزل الطحية من أجل اعتدار منها شخصيا وتوجهت الأم صباح اليوم الأحد إلى منزل أستاذة مرفقة بمجموعة من التلميذ وعائلة جانه من أجل اعتدار وطلب العفو منها حيث حولت إهداؤها باقة ورد كعربون أسف ونادم عما قام به ولدها وتجدو الإشارة إلى أن التلميذ الذي اعتدى على أستاذته تم اعتقاله والتحقيق معه ورفقة أمه من طرف الشرطة القضائية بالحي المحمدي وذلك بناء على تعليماتي النيابة عامة المختصة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة